لعب آخر لعب آخر وقع خلاص ليه النادي الأهلي هو حسين الشحات تعرفين حكاية حسين الشحات كلها وإيه اللي حصل في الساعات الأخيرة حسين الشحات كان عنده عروض خالجية من السعودية أو من قطر ولكنها لم ترتقي لحد الحدود أو العروض الرسمية هي كانت حديث من وكلاء نيابة على الأندية ديت بيتكلمه مع حسين الشحات ومع النادي الأهلي لكن عرض رسمي وصل للنادي الأهلي ما كانش فيه هل ده معناه أنه حسين الشحات ما كانش هينتقل في الخليج فقاله وقع للأهلي أحسن لا عنده حديث خواية جدا بس كل الأندية دي كانت عايزة تأكد أنه الأهلي مستعد يستغني عن حسين الشحات أو بمعنى أضاق حسين الشحات عنده استعداد يسيب النادي عشان حسين الشحات عقده خلاص بينتهي فحسين الشحات هو اللي في إيده القرار الأهلي لو حسين الشحات طريق كبير من المفاوضات على مدار شهرين تقريبا على شهرين متفرقين يعني يخش الشحات في مباريات مهمة فالأهلي يقعد شوية ما يتكلمش مع الشحات اللي أمرته ده شوية فيتكلمه مع الشحات يعني أحاديث متفرقة على مدار الشهرين لو تفتكروا كنت بأتكلم مع حضركم إن حسين الشحات مطلبه الأساسي إنه يبقى فيها أولى في الفريق إنه أعلى عقد في الفريق وإنه تتشال من العقد أو يتشال من العقد نسبة المشاركة يعني ياخد عقده كامل بغض النظر عن نسبة المشاركات مع الفريق طيب الأهلي وافق على فكرة إنه ياخد أعلى عقد وافق إنه ياخد 13 14 15 في الثلاث مواسم 13 مليون 14 مليون 15 مليون بس رفض يشيل نسبة المشاركات ساب نسبة المشاركات في المقابل إدى لحسين الشحات امتياز مهم جدا إدى له في العقد 10 مليون جنيه إعلانات يعني هيجيب له إعلانات بعشرة مليون جنيه فكده 10 مليون جنيه هيجيب للشحات إعلانات بس يعني في عقد إعلاني مرفق بالعقد الأصلي في عشرة مليون جنيه هيخدهم حسين الشحات فالأهلي عوض نسبة المشاركات اللي كان متمسك بها حسين الشحات إنه يشيلها من العقد والأهلي تمسك إنها تمام موجودة في العقد بإنه إدى عقد إعلاني لحسين الشحات بقيمة 10 مليون جنيه يعني كده الحكاية كلها إيه 13 مليون جنيه موسم أول لحسين الشحات هيخدهم 14 مليون موسم تاني 15 مليون موسم تالت و10 مليون جنيه عقد إعلاني ونسبة المشاركات هتفضل موجودة في العقد بناء على رغبة النادي الأهلي دي الحكاية في حسين الشحات وقدر لكم من دلوقتي خد بالك الأهلي لم يعلن رسميا هو بينهي بس التفاصيل القانونية في العقد الإعلاني مش العقد اللي خلاص اتفق عليه هو حسين الشحات اللي كنت بأتكلمكم عن تفاصيل الوقتي العقد الإعلاني بيشوفه الشكل القانوني بتاعه بس الأرقام والحاجات اللي فيه خلاص فيه اتفاقات بينه وين الأهلي فقدر أقولك أنه خلاص حسين الشحات مكمل مع النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم قادمة واختار حسين الشحات في النهاية النادي الأهلي خد بالك مع حدث يقدر جدا لابد أن يقدر جدا من جماهير النادي الأهلي لحسين الشحات مهما كان الرقم اللي كان أو اللي هيديه النادي الأهلي لحسين الشحات مهما كان الرقم ده أبداً أبداً لا يقرن بأي رقم كان هياخده في الخليج أو في الدولة السعودية تحديداً يعني بتتكلم الناس هناك بتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم من 2 إلى 3 مليون دولار يعني أنت بتتكلم تقريباً من 60 إلى 90 مليون جنيه تمام؟ هو هنا أقصى عقد هياخده بعد 3 سنين 15 مليون جنيه وهيبدأ ب13 فأكيد حسين اشتدى الأهلي أكيد حسين الشحات اختار الأهلي خب بالك هو مش لعب شوهي مش اللي بيطلع في الإعلام ويقول أنا عملته ومضيته على بياته والكلام الشوهي اللطيف ده لا بس يقدر حسين الشحات تقدره جماهير النادي الأهلي جيداً عشان ده موقف رائع جداً منه عشان لو كان حسين الشحات وقع لنادي آخر وساب النادي الأهلي كان في أصوات أنا مكنش هبقى منهم بالمناسبة كان في أصوات هتطلع وتقول لك شوف ساب الفرقة بتاعة شوف ساب نادي شوف ما باع الأهلي كلام الكبير انتوا بتسمعوه ده بس بمعينه كمل فلابد من الإشادة لحسين الشحات بالتوفير لحسين الشحات هنيئاً له النادي الأهلي والاستمرار فيه وبالتأكيد هنيئاً للنادي الأهلي أيضاً استمرار حسين الشحات طيب نروح لي أرقام حسين الشحات مع النادي الأهلي حتى الآن حسين لعي 172 172 مباراة مع النادي الأهلي سجل تسعة وتلاتين هدف وصنع اتنين واربعين هدف حق حداشر بطولة ارقام عظيمة ارقام عظيمة